يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطري انتقالي عدد أعضائه خمسمائة وواحد وخمسون عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل جماعة الحوثي لا تنتظر إعلان أحادي الجانب غدا تفشل الفرقاء السياسيين في اليمن يغطي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي ينتخب مجلسا رئاسيا لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة ويأتي هذا الإعلان بعد تأجيل جلسة الحوار بين أطراف النزاع وكانت قد حددت حركة الحوثي مهلة انتهت الأربعاء المنصر لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة من جانبها أبدت الوليات المتحدة قلقها تجاه الأحداث الأخيرة في اليمن مشيرة إلى أن إعلان الحوثي يعتبر خطوة من جانب واحد إعلان الحوثيين أحادي الجانب الذي صدر اليوم ليس بمثابة حل توافقي للأزمة السياسية في اليمن هناك مصر لتغيير الحكومة من خلال الدستور الأمر الذي لم يحدث اليوم الوضع متقلب نحن نراقب ذلك ولكن ما رأيناه اليوم لا يتوافق مع المعيار الذي حددناه ورغم الفراغ السياسي الناتج عن استقالة الرئيس عبدرب منصور هادي وحكومته إلا أن جماعة الحوثيين لا تمتلك أي صفة قانونية أو دستورية لإصدار أي إعلان دستوري لكنها تسيطر بالقوة على العاصمة اليمنية وكافة المرافق الأمنية والعسكرية شكرا